اشتركوا في القناة لدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مسيرتها نحو احتضان وتنظيم الحدث الرياضي الانساني الابرز على المستوى العالمي وقال سموه في تصريح له بهذه المناسبة بل بمناسبة افتتاح فعاليات الالمبياد الخاص الالعاب العالمية ابو ظبي 2019 يحرص جلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه على دعم المبادرات الرائدة التي تصب في مصلحة الارتقاء برياضة ذوي العزيمة حيث تعتبر استضافة دولة الامارات العربية المتحدة للالولمبياد العالمي فرصة لتأكيد دعم مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حافظه الله ورعاه للمبادرات التي تقودها دولة الامارات الموجهة الى ذوي العزيمة والهمم ومن بينها استضافتها للحدث العالمي الكبير والذي يمثل حراكا انسانيا متميزا موجها الى اصحاب العزيمة والهمم لتسليط الضوء على انجازاتهم وقدراتهم في مختلف المجالات بما فيها الرياضية منها واثنى سموه على فعاليات حفل الافتتاح وقال تمكنت دولة الامارات العربية المتحدة من تقديم لوحة مثالية تحمل العديد من الرسائل النبيلة عن القيم الانسانية التي تتمتع بها الامارات وحرصها الموصول على اشراك ذوي العزيمة والهمم في الافتتاح وتبع سموه يتواجد في فعاليات الالولمبياد الخاص وفد مملكة البحرين والذي يشارك في العديد من الالعاب الرياضية ونحن على يقين تام بان ابطال المملكة من ذوي الهمم والعزيمة قادرون على كسب التحدي وتحقيق الانجازات الطيبة على المستوى العالمي ورفع علم مملكة البحرين عاليا في هذا المحفل وأشاد اسمه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة باهتمام معالي الشيخ دعيج بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس إدارة الأولمبياد الخاص البحريني والشيخ محمد بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة اللجنة البرولمبية البحرينية بمشاركة الوفد البحريني في البطولة العالمية ومتابعتهم المستمرة لهم من أجل تحقيق الانجازات والحضور الطيب في التجمع العالمي الكبير ترجمة نانسي قنقر